في هذه الحياة لازم يكون الوحد عنده شغف عشان يصل ويحقق أهدافه هذا طبعا إذا كان كاتب الأهداف تبعته وكان عارفها ويكتب إلها أسباب وكتب إلها خمسين سبب مئة سبب مئتين سبب ليش أنا مثلا بدأ أصار السويد شو الهدف من وصوله للسويد بدك أهداف بدك أسباب قوية تدفعك ليش أنا بدأ أتجوز ما الغاية من الزواج ومين هاي الزوجة اللي أنا بدي إياها تشاركني برسالة الحياة لازم يكون عندنا شوية توافقات فكرية اهتمامات اتجاهات قدرات تالنت مواهب عشان أنا لما أكون كاتب هاي الأشياء نوعا ما تشجعني وتدفعني تخليني ما أنامش تخليني أقوم من الصبح مش أنام وقوم متنبل مش عارف شو البدي إياه بالحياة بس أنا عندي رغبات بحكي للناس والله نفسي أسافر نفسي أحقق أحلامي رغبات بدون تطبيق زي اللي بيقرأ مثلا كتاب عن الميكانيك وبطبقش إشي فيه شو كيف رح يتعلم الميكانيك فيه شي بالحياة اسمي براكتس ممارسة نحن للأسف كتير أشياء في حياتنا تعلمناها تعلمناها علم بس بدون تطبيق وممكن ما تعلمناها صح ممكن أخذناها من مصادر خاطئة فإذا ما كان عندنا شغف للحياة يخلينا إنه إحنا بدنا نقوم من الصبح مستعجرين عشان نحقق هاي الأهداف عشان عندنا صورة مستقبلية عندنا رؤية مستقبلية ولا إحنا بنظلنا مكان نكسر فمرات الدافع الكبير اللي بيحركنا بالحياة هو دافع الألم تلاحظوا يعني فيها الحياة عادة اللي بنجحوا أو اللي بتفوقوا أو المميزين في العالم أكثرهم أولاد الفقراء أكثر من أولاد الأغنياء يعني ممكن الغني يتوفر لكل وسائل التعليم لكنه ما يحط كل طاقته ما يكون عنده هالشغف الكبير إلا ممكن تكون قلة قليلة ممكن فيه يكون تركيز من الأسرة على موضوع مجال التعليم لكن الإنسان سبحان الله ممكن نوعا ما الفقير بتكون عنده قوة الألم مش طبيعية يكون عنده أنه هو حاب يغير من حياته ما جرى حياته حاب يعيش حياة ستثنائية حاب يشوف الدنيا بلون مختلف حاب أنه يثبت لنفسه ممكن يكون إنسان ممكن فشل في علاقة ممكن يثبت لأصدقائه ممكن يثبت لأهله إنه هو ناجح فيه ناس تبحث عن نجحات رياضية يعني بتلاقي لك بعض الأشخاص بدي تتحايله في مباراة في رسم في أي مجالات من مجالات الحياة المختلفة بغض النظر يعني مجالات الحياة واسعة وكبيرة جدا جدا فهو أهم شيء إنه الإنسان يعيش في هاي الحياة ويكون عارف شو نوعا ما بده إياه مش ينام ويقوم وما عنده أي حلم ما عنده أي هدف وما يعمل وظلوا يشكوا وظلوا يعيش في دائرة الشكوى هنا المشكلة الكبرى اللي بعيشوها أكتر الناس وممكن كل واحد فينا عاش فترة من فترات هاي يجرب الألم وصعوبة الألم إنه الواحد فينا لما يظلوا بس يشوف الآخرين بالذات هسه من خلال الوسائل التواصل الاجتماعي صار الواحد يشوف الناس اللي عندها سيارات وعندها طيارات وتسافر وتلبس أحلى الملابس وإحنا مكانك سر لأنه إحنا بس عبارة صرنا عن مشاهدين محبطين بنشوف الناس اللي بتروح أجمل الفناطق وصير عقلنا يحسب يا الله طب من وين أنا بده أجيب عشر تلاف دولار من وين دين أجيب خمس تلاف دولار من وين دين أجيب هالملابس هاي وكيف ده أحجز بالفندق هاي وكيف ده أصل لسويسرا وكيف ده أصل لهولندا وكيف ده أروح ولكن مش هو عارف إنه هي الحياة تيجي النجاحات بالتدرج يعني بدها تعاب بدها مجهود الحياة مو سهلة إنه والله أنا معلقة ذهب وخلطة سحرية ويلا هيك نجحت شوف كيف زي هالدرج الحياة زي الدرج خطوات مراحل دك تطلع درجة درجة بس دك إنه إنت إيش تتواصل أهم إشي في عملية النجاح التواصل يعني بداما الإنسان إنه بيحاول هذا إنسان مش فاشل حتى لو بقعد طول عمره يظلوا يحاول الواحد على الأقل إنه هو بشعر برضا وبشعر حاله إنه هو في بيعمل إشي أحسن من الأشخاص شوفوا لي هالبطة اللي لا بيحاول ولا بعمل إشي بيظلوا يشكي ويدم وعايش على الإحباط وعايش على الاكتئاب وعايش على النكد كيفك يا بطة شو أخبارك والله ما معنى أكل هستيجي يعني شو نسوي شايف حتى البط والوز والطيور تسعة لكسب الرزق والحركة فإذا الواحد فينا ما تحرك وما غير ممكن أنت ماشي في اتجاه خاطئ ياما مشينا في اتجاهات خاطئة في الحياة هاي وضلينا على نفس الراتب وعنفس الأشخاص وعنفس الأفكار والمشكلة مرات البيئة المحبطة اللي حوالينا هي اللي بتخلينا نتراجع هي اللي بتخلينا نبعد عن الأصدقاء هدول اللي المحبطين اللي بيقوموا من الصبح بديمناكدوا علينا حياتنا حتى لو كانوا من المقربين هاي حياتك انت ربي العالمين لما خلقك ما قال لك لزق بفلان ولزق بفلانة خلص أعطيه جزء إذا هو مثلا قريب ولا إيشي إنسان يعني من العائلة أعطيه جزء من وقتك وحاول إنه أنت تكون المؤثر مش هو المؤثر بس ما تضيع حياتك والله أنا راحت حياتي وظلنا عايشين على الإسقاط والتبرير هذا اللي عايشنا عليه أكتر حياتنا ضاع من جزء من حياتنا كبير وإحنا نرضي باللي حولينا وبالأخير شو طلعت انتهى يعني علاقات أكترها للأسف مش لوجه الله هذه لأول العلاقات كانت لوجه الله كان كل واحد فينا بحرص على إسعاد الآخرين كان كل واحد فينا بحرص على منفعة الآخرين بس للأسف في كتير من العلاقات هي علاقة الدنيوية علاقات مصلحة وتنتهي يعني إلها مدة زي الوفاء والحياة وتنتهي مع انتهاء قضاء الحاجة فلو كانت العلاقات في معنى أحب أعراء عن علاقات في لوجه الله كان حتى لو بعد فترة في اتصال في تواصل في تشعر انه الشخص محبك لوجه الله مش بس باتصل عليك والله بدي شغل والله بدي اتدبر انها الولد والله بدي هاي هيك بس يأخذ البد ويا بعمل لك حضر ويا ما صارت معي ويا ما ناس ضافتني ويا أخوي وانت رجال وبالشولك بالمديح وبالشولك وفرجوك حالك انه انت سلطان زمانك وانت أكرم الأكرمين وانت أحسن الأحسنين وانت وبس بلش يعني صار فيه نفاق اجتماعي ونفاق اقتصادي عشان الناس تحقق حاجاتها للأسف صاروا يستخدموا الدين ويستخدموا السياسة ويستخدموا العائلة ويستخدموا كل الأسليب المتلتوية لتحقيق الأهداف فاحنا كلنا وقعنا يعني أغلبنا وقعنا في علاقات زي هيك في حياتنا فأتخيل زي هالطين هاي في هالحيا بتحاول تبتعد عن بعض العلاقات لا تلسق فيها تلسق وتعلاق وما تخلص ويا معلقنا ودخلنا يعني أحنا ببشر بنظلنا بشر يعني مش منزهين عن الوقوع في أخطاء هصلاً هي طبيعة الدنيا هيك إنه الإنسان يتعلم عشان يتعلم دروس ولا كيف الإنسان بيصير في مرحلة الوعي بيصير في مرحلة الإدراك بس يشوف ممكن مر بتجارب ممكن إنسان يكون ذكي نوعاً ما يستفيد من نماذج الآخرين يكون إنسان حكيم يدرك مباشرة إن اللبيبة من الإشارة يفهمه مش يستنى حتى يوقع بميد غلط زي ما بننصح الناس اللي بتسافر على السويد نصحنا بعض العائلات دير بالكو عابنتكو دير بالكو عابنتكو يا أولاد الحلال قبل ما تسافروا هنا للبلد هاي نظامها مختلف عاداتها مختلفة سلوبها مختلف إذا اعتديتوا إذا صرختوا إذا عملتوا بأخذوا بنتكو تقول سبحان الله بعض الناس بأخذوا المفاهيم بالعكس بس إجوا هون أخذوا بنتهم بسبب التصرفات تبعتهم هذا أنت كنت إنسان عاجز عن تربية أولادك عاجز عن العيش في الغرب بنظام الغرب إذا بدك تيجي تحط لهم نظام جديد ممكن أنت تعيش بالحب بالاحترام بالأخلاق تفرض لأن الإنسان لما يكون محترم وحباب هذا الإنسان وينما يروح بعيش لورد وعلا لو تعيشوا بين النوهر كما يحكوا بعيش وهو مرتاح لأن الأخلاق سبحان الله منبع طاقة الناس تحبك تطلب قربك أنا قربنا نوصل على منطقة أونشبيري سبحان الله المياه في كل مكان في كل اتجاه تمنى لجميع يوم سعيد المدينة سوك هولم يعني حبيتها دارتشلكوا هيك شوي عن بعض الأمور بالحياة وعن الشغف وعن بعض الناس سبحان الله عايشين بدون طاقة بدون حماس عايشين زي البطارية الطافية اشحنوا حالكوا قبلنا تدفو وعلى آخر